السلام عليكم طلاب اشتركوا في القناة بأحسن صحة و بأحسن حال طبعا بالبداية ألف مبروك النجاح لكم و يا رب النجاح الدائم والتوفيق والله يسير عليكم السنوات الجاية طبعا هاي المحاضرات اللي راح أسويها هاي المحاضرة و محاضرة راح تنزل للمرحلة الثانية كذلك هي توضيحية يعني توضيح للمرحلة من بداية النهاية وبالفصلين فصل أول فصل ثاني توضيح للامتحانات توضيح للمواضيع توضيح للمواد والمصادر المعتمدة و كذلك الدكاترا اللي ياخذون هاي المواد ف يعني هاي كلش مهمة احنا عدنا قاعدة تقول طريقة الدراسة أهم من الدراسة نفسة و أنه تعرف المادة أهم من أنه تجي تفتح المادة و قبل تقرأ لا أنت تفهم المادة عن شنو تحتي تفهم المادة عن شنو تتقسم يعني على سالمثال مادة الطفيليات تنقسم إلى قسمية أنت يعني والله أنا واحد من الناس عبارة نصف السنة و ما عرف هذا التقسيم شنو ما عرف أنه مادة الطفيليات تنقسم إلى بروتوزوة عند هلامنس والله ما عرفه يعني الحد الكورس الثاني اللي عرفت هاي هاي التفاصيل ف لأن ما حد كان قبلي حتى ينطيني هاي المعلومات فإن شاء الله أنه أنا موجود راح أنطيكم كل المعلومات اللي تردونها عن المرحلة الثالثة طبعا المرحلة الثالثة من أصعب المراحل اللي موجودة ليش مو صعوبة كمادة صعوبة كضخامة يعني مرحلة كل شي ضخمة أنت راح تاخذ كل الأمراض مال الجسم بالمرحلة الثالثة راح تاخذ كل الأدوية بالمرحلة الثالثة راح تاخذ كل أنواع البكتيريا بالمرحلة الثالثة راح تاخذ كل أنواع الفيروسات بالمرحلة الثالثة راح تاخذ المناعة بالتفصيل بالمرحلة الثالثة راح تاخذ البطنية ستأخذ الجراحة ستأخذ طب المجتمع ستأخذ الديدان ستأخذ الديدان ستأخذ البروتوزوة ستأخذ كل هم ستأخذ نفسنا واحدة هذا الشيء يغخم ويراد أن تركز جيدا يراد أن تنظم مقتك جيدا ويراد أن تدرس كل مهزمة بوقتها وفي يوم اللي تأخذه بالدوام لأن والله أتراكم لك عشر ملازم خمس ملازم ضيع عليك بعد ما تعرفش تقرأ والمواد كل هم مهمات يعني عادة طب المجتمع جزء مهم الباقي كل هم مهمات من المو مهمة الجراحة لو الباطنية لو الأمراض لو الأدوية لو الطفيليات لو البكتريا كل هم مهمات وذن يبنلك أساس قوي للرابعة وللخامسة وللسالسة وإذا أريد أن تفاصيل كلها نبدأ بأول مادة واللي هي وحش المرحلة الثالثة أو نقول وحش الطبي يعني ما أكو طالب طبي يحب هاي المادة ليش؟ أول شي مادة دارخية ومادة تنسي ويعني مادة مثل ما تقول أنه يراتقها قبل الدكتور ووي الدكتور وبعد الدكتور يلا ما تنساها ويلا تحفظها اللي هي الفارماكولوجي علم الأدوية أو نصح له الفارماكولوجي زيان علم الأدوية ما كو دكتور يحب يحب هذا العلم دوم يعني كل شي يكرهون خاصة طلاب الطب بالله طلاب الصيدة لهو هالشغل بس طلاب الطب ما يحبون ليش بسبب أنه يميل للدرخ أكتر شي ويميل أنه ينسي هواية وطريقة دراستة صعبة شوية حسنا فهمكم وشون طريقة دراستة أول شي نحن نأخذ فصل أول فصل الثاني كل المواد اللي رح نأخذها تنقسم قسميا كل المواد اللي راح شراحها هاسه تنقسم قسميا هل تطلع الثانية واحدة جنرال أول شرحت بدون جنرال جنرال فارماكولوجي جنرال باثولوجي جنرال باراسايتولوجي بعشنوها جنرال سيرجري كل هين ذني جنرال مزيان جنرال يعني بشكل عام يحكي لك على كل شي تمام يحكي لك على كل شي بشكل عام على هاي المادة بشكل عام بعدين تدخل سيستماتيك القسمة حسب السيستمات حسب أجهزة الجسم مثل كارديوفاسكولر سيستم الرسبياراتور سيستم الرينال سيستم وغيرها يعني حسب السيستمات فانت خليها ببالك كل المواد اللي راح نأخذن بالثالثية القسم قسميا جنرال أنت سيستماتيك زيان عزها بالمثال هس الفارما أول شي راح تبدون بالفارما راح تاخذون جنرال تمام هاي مثل ما نقول جنرال تمام يعني بشكل عام راح تاخذ موضوعين كلش مهم أول اسبوعين بالدوام ما الفارما تدرس دن الموضوعين أول موضوع اسمه فارماكو داينميك فارماكو داينميك ميكانيكية الدواء يعني شنو ميكانيكية الدواء يقصد بالفارماكو داينميك أنه العلاج ش راح يسوي على الجسم أبيان ميكانيكية راح يشتغل العلاج حتى يؤثر ويسوي شغله على الجسم هاي الفارماكو دايناميك الموضوع الثاني فارماكو كايناتكس هنا العكس هنا حركية الدواء العكس هنا شنو تأثير الجسم على العلاج من ناحية الامتصاص من ناحية الأخذ من ناحية التوزيع وغيرها فهس تخلوني ببالكم أنتوا أول أسبوعين بالدواء مش راح تأخذون راح تأخذون الفارماكو دايناميك شنو تأثير العلاج على الجسم والفارماكو كايناتك شنو تأثير الجسم على العلاج تقريبا راح تأخذونا بخمس محاضرات وهاي المحاضرات الحد أخير الليكتر هنا أخير الليكتر بالفارما راح تمشوا إياكم هاي الملاحظات والمحاضرات اللي موجودة هنا بالجنرال زيان تردون الضبطون هنا تردون تستغلون العطلة أقروها ويا دكتور عبد المتعال هاي المحاضرات الخمسة المقسومة على فارماكو كاينتكس فارماكو دايناميكس أقروها ويا دكتور عبد المتعال زيان وراها شفا تأخذون راح تبدون سيستماتيك اول سيستم كل الكليات تمشي بنفس هذا التقسيم اول سيستم راح تاخذون اهم سيستم بالفارما اوتوناميك نيرفوس سيستم جهاز العصبي اللا ارادي اللي هو الان اس هذا الان اس راح نقسم الى كولانورجيك وادرينورجيك وهي السوالف راح تاخذون يعني نفس معلومات الفسلجة بالتفصيل ويشذب عليكم اللي يقولكم انه الفارما كلها كيميا لا الفارما كلها فسلجة تعتمد بشكل نقدر نقول تسعين بالمية على الفسلجة انت ضابط الفسلجة ما اذن سيستمات راح تضبط الفارما مثل الورد يبقى قدك شغلة واحدة انه درخ اسماء الادوية بس ازيان اه تاخذ الان اس وراها تاخذ الان اس جهاز العصب المركزي طبعا كلش مهم جهاز العصب المركزي تاخذ الامراض اللي صير بالجهاز العصب المركزي بالدماغ بالسبان الكورد وشنون تعالجين تاخذ اشتون تنطي منومات او مهدئات اه ذن العلاجات اللي واخرا القلق تاخذ مضادات الاكتئاب شنون يعني بالتفاصيل اسمائهن اه اهم محاضرة عندك اه اللي هي مضادات الصرع تمام مضادات الصرع كذلك عندك الجنرال اند لوكال انستيجي اللي هو التخدير الموضعي والتخدير العام كين راح تاخذ نضمن سنترال نرفس سيستم وعلي درجة كلش شبيرة بالمدل سنترال نرفس سيستم لان هو الكارديو تقريبا اكثر ملازم زين تجي بعدين تاخذ الدرك اوف كارديو فاسكولر سيستم و البلد كارديو فاسكولر سيستم و البلد يعني الدم والقلب تاخذ ادوية الضغط تاخذ دايورتك المدررات اللي يخلن الشخص يصير عنده يورين هواي على مودي يقلل الضغط تاخذ الحارد فيليور يعني ادوية ينطونها للشخص القلبة واقف قلبة بفاليور فشل كلمة فاليور معناها فشل تاخذ انتي اوريذمي كدرك اللي يعطم عدم انتظام دقات القلب شنو نطيهم علاجات كذلك الانتي انجاينا اللي يعطم زبحة صدرية انتي معناها ضد وانجاينا معناها زبحة صدرية فالأدوية اللي تستخدم ضد زبحة صدرية وبالاخير محاضرة كلش مهمة كذلك اليدراج اوف هايبر لبيديميا اللي يعطم دهون صاعدة شنو نطيهم علاجات سين بعدين تاخذ الاوتو كود اوتو كود يحكي لك عن الهستامين السيراتونين الهدك الصداع وغيرها هذا الفصل الاول هذا الفصل الاول يعني اصعب شي هو الفصل الاول اكثر يعني اكثر فصل بادوية هو الاول تمام اكثر فصل بمواضيع هو الاول مثل ما شوفون الثاني شوية بسيط ومواضيع حلوة فالفصل الاول كلش مهم تركزون طبعا جايحة المواضيع لان بالاخيران عدي فقرة انه هي مال اه يعني نصائح وكذا احتيكم عن طريقة الدراسة الفصل الثاني راه تاخذون اندوكراين الغداد الصماء جي اي تي جهاز الهاضمي انتي انفلاماتري مضادات الالتهابات اللي تعرفونها عبو بروفين اسبارين وغيرها وعندك انتي مايكروبيل هذا السيستم هو الوحش هذا وحش الفارما هذا السيستم تذكرون السيستم بالفصلجة شلون كان عليه درجة شبيرة هذا السيستم عليه درجة شبيرة عليه تقريبا ثلاثين سؤال من اصل مية ركزولي ثلاثين بالمية من الفارما على هذا السيستم اللي هو المضادات الحيوية اكيد ماك واحد من عندنا المضادات الحيوية اللي هو بنسلين سيفالسبورين وغيرها تتراساكلين فهذا هو الجوكر او نقدر نقول الوحش ما للفارما ما للثالث فغلوا ببالكم منها سنجاحكم بهذا السيستم زيان نجاحكم وين بالانتي مايكروبيل اللي تراكم انتي مايكروبيل معناها هاي المايكرو أورغانزم اللي هي فيروس بكتيريا طفيليات وغيرها زيان فالادوية اللي نلطيها للشخص العده انفكشن العده عدوى زيان حسا هذي كسامري للمحاضرات اللي راح تاخدونها بالفيرس فيرس كورس او الفصل اول او بالسكن زيان ضرورة تعرفون تقسيم المحاضرات كذلك يجوز ادزلكم تقسيم الاسئلة تقسيم الساعات الدراسية على كل ملزمه على كل موضوع زيان زيان حسا نجي على شوني نعتمد هو يراسلوني دكتور على شوني نعتمد شوني المصدر اللي نعتمده طبعا العراق كله يعتمد على اللبنكوت حلو اللبنكوت اللي هو تقريبا الطبعا الثامنة او التاسعة اللي نزدت فالليبنكوت هو الدكاتور كلهم يجبون من عنده كل الدكاتور يمشون على اللبنكوت زيان اذا تريد تقرأ وما عنصح تقرأ على اللبنكوت مباشرة لان بمعلومات اضافية ممكن لش مهمة ما تفيدك كطبيب تفيد الشخص الصيدلاني زيان يعني معلومات حسابة جرعة كذا السوال فاي هاي ما تفيدك له الاسم التجاري ما للعلاج انت المهم تحفظ الاسم العلمي ما للعلاج والاسم التجاري اي شركة موجودة زيان فهذا اللبنكوت جوز يفيدكم بعض المواضيع ترجع الي وكذلك باسئلة كلش مهمة هاي الاسئلة الدكاتور دوم يجيبون من عنده اسئلة بنهاية كل فصل ما اللبنكوت زيان فاذا تردوني بالقروب اللي زوتها لكم ان شاء الله راح تزيلكم البوت مالتنا هذا البوت راح تشرح او راح تلقون بالمصادر كلها راح تلقون بالملفات تلقون بالدكاتور الشريح زيان فهذا هو اللبنكوت هذا يعني مزمة تلقاها مبسطة او نقدر نقول مختصرة من هذا المزم من هذا المصدر المزم من الدكتور مختصرة من هذا المصدر ازهن المصدر الثاني واللي انا مشتري طبعا هذا المصدر اذا شوفونا هذا مصدر عبد المتعال اذا تجوني هنا عبد المتعال يعني صاحب فضل على طلاب الطب وطلاب الصيدل بشكل كلش تشبيه اه هذا الرجال شارح الفارما بشكل كامل كل المحاضرات شارحها وحسب شنو حسب هذا المصدر مالته هذا المصدر انا اشتريتها تقريبا 11000 من مكتبة زوين في 11000 اي فهذا كلش كلش حلو وينطيك الشغلات اللي تفيدك بالطبع ما يروح لك منها منها لا ينطيك المواضيع بشكل مبسط وكذلك شرح الدكتور بشكل مبسط ويحتي لك فسيولوجي عند اناتومي قبل كل السيستم تخيل يعني انت بكل مرة تاخذ الفسيولوجي والاناتومي ما لكل سيستم يقلك ارجع تذكر بالمرحلة الثانية انت اخذت هيك لا دكتور عبد المتعال حتى بكتابه وبشرحه يشرح لك الفسيولوجي والاناتومي وهم الى يعني يسوي لك نيمونيك يسوي لك فالترتيبات يعني شغلات حلوة تخليك تفهم المادة وتحفظ المادة بس المشكلة انه هو محاضرات طويلة يعني جوز السيستم يطلع عليكم 16 ساعة 15 ساعة كارديوفاسكولار تقيبا 16 ساعة يعني محاضرات مطولة لكل ساعات بس كافهم يعني نمبر وان انا قل لك وهذا المصدر همالته واذا سيقطع لكم انه بنهاية كل مصدر نهاية كل السيستم هو كذاك مخلي خمسين سؤال او اكثر اشوفون هاي الاسئلة هاي الاسئلة هاي الاسئلة دي كاريد ارى يموتون عليه يجيب لك من هاي الاسئلة يعني حتى ذا ما موجودة المعلومة بملازمة فهم يجيبوا لك من هاي الاسئلة ياريت تقرون هذا المصدر كل شو انصحكم بي لان فاد نفاد نهواي فدكتور عبد المتعال كذلك قلت لكم هاي قناته باليوتيوب شارح على شكل سيستمات وخليهن بقوام تشغيل بالتوصيل الدكتور الثاني اللي هو دكتور تاح او محمد تاح هذا الدكتور شارح جزء من الفارما بنيمونك كل شو حلو اهم شي نيمونك النيمونك انه ياخذ حرف من اول كل علاج ويسويها بكلمة حلوة مثل كلمة علي ثلاثة احرف هو اكو علاجات تبدي باول حرف من هاي الاحرف يعني شي نخوضة حالكم لا الدخون يعني جوز اكو كلمة علي مثلا نقول اكو دوة يبدي اول حرف بي بالاي واكو دوة اول حرف بي شنوها ال واكو دوة اول حرف بي هذا الحرف زيان اللو هواي اه فشي سوون هما يسوي لكنيمونك يعني اختصار لهاي العلاجات شون يختصونه بكلمة شوف هاي الكلمة العلي اختصرت لك ثلاثة ادوية ليش انت تحفظ اسماء الادوية لا تحفظ شنو؟ تحفظ ذني او تحفظ هاي الكلمة زيان فشوية فدها الدكتور خاصة بسيستمات الجي اي تي جهاز الهاضمي وايضا بجينوها الفارماكولوجي اللي هو اول سيستم رح تاخذونه زيان هسه نصائح مهمة عن مادة الادوية الفارما شون تنقر الفارما هو يقلو شون نقر الفارما الفارما تقراها اول شي تراجحها يعني تكررها 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 ثاني شي تقرأ قبل الدكتور ضرورية هاي الشغلة تقرأ قبل الدكتور من يشرح الدكتور انت فاهم الجاي يحجي ثالث الشغلة استعمل مخططات يعني شون اهم كذا يقل اوضح لك يعني استعمل كذا نقول مثل الادوية اللي تشتغل على الانس على السنت الاثنوك نيرفل سيستم تقول يابع الادوية انقسمة لاقسمة هذا قسم يشتغل على الادرينالين وجماعتين او الريسبترات اللي تكون ادرينورجيك وهذا قسم يشتغل على الاستالكولين يعني سمبثتك وباراسمبثتك وهذا ينقسم الى خمس ادوية وهذا ينقسم الى ثلاث ادوية هاي الطريقة خاصة اذا تحطها قدامك ويومي الصبح تراجع الادوية يعني هاي الطريقة ما تنسى الادوية هاي الطريقة يعني اغلب الطلاب اللي طلعوا درجات زينة واحنا يعني اللي نجحنا بهاي الطريقة فادتنا كل شو هو ليش المادة ضخمة المادة هواي هاي الطريقة المناسبة اليه ماهكو غير طريقة زين ماكو غير طريقة للفارما زين اتكرر المادة بس تحصل وقت فراغ اقرأ فارما لا تقرأ اي مادة ثانية اقرأ فارما ليش يعني باقي المواد ما قدروا لهن الفارما ما ما قدروا لهي اللي تراجحها اكثر مرة طبعا ما خوفكم من اعتقل في الصرق والله هي المادة هاي وحش يعني كلش ضخمة و بصعوبة بصعوبة اه يعني تنقري تنقري على مرحل تين مرحلة الاولى انه تفهم الفلسلجة والدوى شون يشتغل بالتفصل الفلسلجة والدوى شون يشتغل بالتفصل المرحلة الثانية شو نسوي تدرخ أسماء الأدوية تدرخ أسماء الأدوية تمام متفقين هاي المعلومات على الأدوية قلت لكم لازم تقرونها بعد الشغلة حل أسئلة بيك وما بيك تحل أسئلة سواء أنت سواء أسئلة على ما لازمك سواء الأسئلة مع المصدر عبد المتعال سواء الأسئلة مع اللبن كود سواء أسئلة مع المصادر أخرى حل أسئلة إذا حلي السؤال راح تعرف الفكرة شون يجي السؤال أو الدكتور يجيب هاي ديكاترة يجيبون من المصدر خاصة ديكاترة نحن يجيبون من المصدر ما يحبون أنه يعتمدون على المنزمة أو الفكرة ما المصدر يجيبونها على غير علاج هيك زيان هس تقريبا خلصنا مادة الأدوية وكل اللي موجود بي نجي لمادة الباثو الباثولوجي اللي هو علم الأمراض هذا العلم الوحش بس جنو هذا العلم هذا العلمي تقدر الدرسه هذا مكدور لي اللي هو علم الأمراض راح تاخذ الأمراض ابتداء من الخلية الحد ما تنتيب أكبر عضو بالجسم تاخذ كل شي تمام لو تبديلك من السيال الخلية تاخذ الالتهابات تاخذ التشربير النسيج من ينجير راح شدون راح يصير إعادة تجديد تاخذ الهيمو دايناميك دس أوردر المشاكل اللي يصير على مستوى الهيمو دايناميك مجرى الدم اللي جاي يمشي أو الدم اللي جاي يمشي هم تاخذين بعد النيو بليجي سيستم كلش مهم اللي هو السرطانات حلو تاخذ الجينيتك باثولوجي جينيتك باثولوجي يعني الأمراض الوراثية تمام تاخذ الانفكشياس باثولوجي كذلك مهم الانفكشياس باثولوجي معناها العدوى اللي يصير نتيجة بكتيريا نتيجة فيروس تاخذ المشاكل اللي يصير على الليمف نود أو الليمفاتيك سيستم تاخذ الاميون باثولوجي الأمراض اللي يصير بالجهاز المناعي تاخذ الهيماتولوجي هنان الوحش هذا الوحش ليش؟ هذا عليه نسبة كلش كبيرة أعلى سيستم عليه نسبة بالباثو عليه تقريبا 15% ونفسه معلومات اللي أخذتوهن بالهيمات ومرحلة ثانية نفس هن حلو؟ معلومات الار بي سي والوايت بلوت سيل وهي يمتزيد وهي يمتتنقص والسيكل سيل أنيمية الماكروستيك ماكروستيك وهي السؤال في النفس النص راح نعادن عليك هنا فإنت ذا ضابط فسل جمال الدم هاي كله سهل عليك زيان حي بالفصل الأول تقريبا راح تاخذون هاي المواضيع بالفصل الثاني هذن يش يعتبرونهن ذن المواضيع أنا مو قلت لكم كلمادة راح نقسمها إلى جينرال وسيستميتك هذن المواضيع يعتبرونهن جينرال زيان ما تابعت السيستم ما عادل هيمات يعني تبرونهن سيستم الدم زيان تجي للفصل الثاني راح تاخذ السيستمات شنون راح تاخذ الكارديو باسكولار سيستم راح تاخذ الرسباريتر سيستم ما للتنفس راح تاخذ جي اي تي راح تاخذ الليفر والقلوب لدار المرارة والكبد أمراض اللي صر به وأيضا وياها البنكري أصبعا راح تاخذ الرينال سيستم الأمراض اللي الصيب الكلة وأيضا المال الربروتكتف سيستم اللي صيب الجهاز التناسل الذكري راح تاخذ الفيميال الربروتكتف سيستم هذا الوحش الثاني هذا علي نسبة مقاربة علما مقاربة للدم زيان راح تاخذ الاندوكراين سيستم باثولوجي راح تاخذ البون العظام راح تاخذ الاسكن تقريبا ذني أخير شي ذني الثلاثة حتى ما درسنا بالكلية لأن كل هذا علي سؤال سؤاله ما تقرأها زيان بس الباقيات مثل ذني ذني يعني هنا نجاحك خاصة واحد اثنين ثلاثة عربعة خمسة ذني نجاحك بالامتحان ذني الخمس مواضيع زين يعني إذا يبقى الفرع نفسه زين كل هاي المواضيع مهمة صراحة كل هاي المواضيع مهمة وذني هي أنك للباطنية بالمرحلة الرابعة أنت تضبط ذني الباطنية ما لمرحلة الرابعة أصير زلاطة عليك ليش نأت للترباح هي باثولوجي باثولوجيا أنت فيسيولوجيا هاي الباطنية زين وشوي يفحص اغزامي نيشن وهيستر شلون تاخد تاريخ مراضي بس إذا تعرفوا المراض شلون جاي يصير هاي المادة اسمه علم الأمراض إذا تعرفوا المراض شلون جاي يصير طفة الكهرباء أنت يعني كل أمورك تمام زين كل أمورك تمام يعني تتركزون بدراسته وما ترحون شوي على الدرق تفهمون صح التاغذ معكم مقت كل شو هاي بس لازم تفهمون المراض شلون جاي يصير لأنها هي حياة البشر زين خلي نكمل المصدر اللي تعتمده كل الجامعات والعالم كل يعتمد اعتمد روبينز زين هذا المصدر سهل المصدر يعني الدكاترا يجيبون من عند نصا شايتعرفون يعني الملزم الدكتوري يجيبها من المصدر نصا هذا لأن هذا المصدر معتمد عالميا حتى من راح تروح للباطنية راح تشوف يقول لك أنه هذين المعلمات أنا ماخذين من روبينز زين فهذا المصدر المعتمد بكل الجامعات حتى ملازمنا نصا من هذا المصدر ما غير لك بحرف فتريد تقرأ تقرأ على روبينز تريد لا تنتظر الملازمها كذلك لا يوجد فرق لأثنات النفس الشي أكو مصدر ثاني طبعاً عدها ديانة هذا المصدر مو لامتحان هذا المصدر ما تقرأ أنت لامتحان اسمه باثومة زين جاي شوفونه اسمه باثومة هاي باثومة هذا المصدر مو لامتحان هذا المصدر للفهم هذا المصدر مختصر كل مرض يأخذ إليك بشكل مختصر يفهمك هذا المرض شلون جاي يصير بس كامتحان ما يجبو لك أي شيء من هذا المصدر زين يجبو لك كل من روبينز بالامتحان بس روبينز لأنه هو كل شيء ضخم والموضوع طولة ثلاث صفحات أربع صفحات هنا يختصر إليك بربع صفحة من الصفحة زين أكو دكتور شارح الباطل يعني أهم كذلك نفس عبد المتعاد شارح الباطل كله اللي هو الدكتور سامح غازي حلو هذا الدكتور بطريقة رسيم يحب يرسم الدكتور لأنه الباطل يحب شوي واحد يرسم يرسم الخلية شلون جاي يصير المرض وشلون جاي تنتقل هذا الفيروس من هذا المكان لهذا المكان أو شلون جاي يصير عدي اللي هو احتشاع عضلة القليب راح يصير عدي تضيق بهذا الشريان وراح إذا لم يوصل الدم للخلية والقلب وخليات القلب لأن بنقصان الدم وراح ينقص على الأوكسجين وراح تموت زيان فهو يحب يرسم هذا الدكتور وحل حل عجبني بس ما تريد وكل حتى أقرأ عليه فأضطر أنه قرأ بس على الملازم وكانت بالفسجة كانت شوية قوي ففادتنا بالباثو زيان نصاح مهمة عن مادة الباثو طبعا هي طفلة الكهرباء والباثو صار أهم نصيحة لدراسة الباثو انه خلي بالك انت جاك تدرس باثو مو حتى تاخد درجة لا حتى تبني أساس قوي بالمراحل الجاية خليها ببالك جاية تدرس باثو مو على مو الدرجة حتى تبني أساس قوي للمراحل الجاية ليش؟ لأن انت راح تاخذ الطب هناك كله راح تاخذ الباطنية كله هناك زيان؟ راح تاخذ تشكه مرض يصير بجسم الإنسان من راح تصعد للباطنية بالرابعة بالخامسة انت عندك معلومة عن هاي الأمراض شنون جاي يصير لذلك تسهل عليك تقريبا خمسين بالمئة سهلة عليك حلو؟ الموضوع الثاني ابتعد عن الدرخ طريقة المدرسة بطلها ما عندك لا تاريخ ولا عندك أحياة قبل شون شون تقراهم درخ ما درخ بطل هاي الطريقة مع المدرسة لأن دوم ما تفيد حلو؟ أفهم أرسم وهم لا تقرا صانتاوي يعني تقابل اللابتوب ولا تقابل بصفحات لا أقرأ بصوت وأقرأ ورقة وقلم وحاول ترسم حاول ترسم جيد الباث يعني مادة مفهومة مثل ما يقول مو مثل الفارما يعني انت تعرف جاي تقرأ بالباثو انت تعرف جاي تقرأ والله جاي أقرأ الميوكارديال انفراكشن والله جاي أقرأ الكوروناري آرتري الأمراض اللي يصيب الكوروناري آرتري والله جاي أقرأ الأثيروسكولوروسوس تصلب الشرايين حلو؟ فجاي تعرف شنو جاي تقرأ مو مثل الفارما تقرأ وما تعرف شنو هاي هاي شون صارت هذا منه فشوية ما قدروا له الباثو زين هسا عندي هنا المادة الثالثة واللي هي تعتبر من المواد الضخمة بالصفة الثالث الصفة الثالث والمراحلة الثالثة عندك ثلاث مواد ضخمة فارما باثو مايكرو 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 بايولوجي مايكرو بايولوجي معناها علم دراسة الأحياء الدقيقة مثل بكتيريا فايروسات فطريات وغيرها زيان هاي المادة هو علم انت رح تدخل رح يلاقيك ثلاث علوم أخرى يعني طاسة باطن طاسة مثل ما نقول يعني عندك بكتريولوجي هو من ضمن المايكرو بايولوجي من ضمن المايكرو بايولوجي رح تاخذ مواده ماده ماده مو موضوع ماده اسمه بكتريولوجي الطول وياكم هاي الماده تقريبا خمسين ملزمة انتبهولي خمسين ملزمة رح تاخذ شاكو بكتيريا موجودة على وجه الكلاه الأرضية المنقرضة والمامنقرضة والموجودة والإلها علاج والماء العلاج كل أنواع البكتيريا رح تاخذها بالتفصيل قلت لكم خمسين ملزمة زيان والجزء الأكبر من المايكرو بايولوجي انت بالامتحان ما رح تمتحن البكتريولوجي واحد والفيرولوجي واحد والأمينولوجي واحد لا رح تمتحن لأن الثلاث مواضيع كلهم سوية بيوم واحد ركز عندك أول ما دكت لك البكتريولوجي علم دراسة البكتيريا تاخذ كل أنواع البكتيريا ثاني موضوع الفيرولوجي اللي هو علم دراسة الفيروس اللي هو الفيروسات زيان هذي تقريبا 15-20 ملزمة هيشي الأمينولوجي هو علم المناعة رح تاخذ المناعة بالتفصيل هم توصل 15 ملزمة 12 ملزمة تقريبا الفيرولوجي والأمين متساويات من ناحية الملازم ومن ناحية الأسئلة لكن البكتيروج Granny ف deinوارم ضبطة تبقى رلاسة البكتيريا فالبكتيريا سوف تأخذ وقايا عن هذه البكتيريا سوف تأخذ علاجاته الفيرولوجي سوف تأخذ الفيروس وكاؤن صغيرون يعيش داخل الخلايا لازم يسبب لك أمراض مثل كورونافيروس وغيرها سوف تأخذ هذه الفيروسات بالتوصيل كل شي حلوة الفيروسات الصراحة الأميون شوية لغوة ومعقدة سوف تأخذ المناعة والمناعة شغلات دقيقة كل شي سوف تأخذها بالتوصيل طبعا المصدر المعتمد هو هذا جوايتس جوايتس اسمه صعب لكننا لم نقرأ المصدر سوف نحلل الأسئلة الأسئلة مليار بالمئة تأخذ هنا أسئلة نهاية شابتر مثل بمثال البكتيريا الحميدة النورمال فلورا سوف تأخذها تقريبا مزمتين تحت عنوان نورمال فلورا سوف نقرأها بملازمنا ونروح لهذا المصدر نحل الأسئلة يجين الأسئلة نصا من هذا المصدر حلو؟ فأنتوا حفظوا الأسئلة اللي موجودتوا بهذا المصدر وهما عندنا قناة هاي القناة ناشرين بها أسئلة أنا طبعا والوذع على عايد وغيرها ومرتضة ناشرين بها أسئلة مال هذا المصدر كلهن نشرناها وبعد أكون مصدر كذلك مهم عد فرع المايكروبيولوجي اللي هو ألف سؤال هم جبنا الأسئلة ونشرناها كلهن بهاي القناة فإذا تردون تواصلوا ادزلكم القناة علموشوية تدربون عليها منو اللي شارحين المايكروبيولوجي طبعا أول شي عندي هناضي القط هادي القط دكتورة كل الشرائعة وشرحها المايكروبيولوجي بالتفصيل بثلاث أقسام البكتوريولوجي الفيرولوجي وعندك الاميونولوجي كل الشرائحة وتشرع على صفورة الدكتورة محمد شريفة الله يرحمه طبعا توفقها قبل تقريبا أربع أشهر أو خمس أشهر كل الشي معلومات اللي ينطيها حلوة وينطي معلومات كلينيكال قريت عليه جزء من المناعة يعني يشرح نفس دكتور ناجي أو الفسلجة نفس الشي بالضبط نفس الطريقة الإلقاء وكل الشي حبيته الله يرحمه نصاح مهمة على مادة المايكرو مادة المايكرو حل أسئلة بيكو ما حلية أسئلة يا سؤالي لديك على المايكرو حلية ليش لأن البكتيريا هي نفسها كل الملازم كل الجامعات تأخذ نفس أنواع البكتيريا ونفس المعلومات فممكن يكررونه من إعتاد الدكاترا وممكن الدكتور يجيبه بس هو ما جايبه أنه ما شايفه بمصدر بس جابه بس أنت قريب مصدر موجود لأن معلومات واضحة صاحب المثال ما أنا أقول لك؟ أن البكتيريا قسمها قسميا غرام بوزاتف وغرام ناكاتف حلو؟ غرام بوزاتف أهم أنواع من البكتيريا وغرام ناكاتف كذلك أنواع بكتيريا يعني تقسيم البكتيريا بشكل عام بكتيرية بشكل عام. تجيزي تجيب لك سؤال L of the following gram negative except. L of the following gram positive except. لأن الأسئلة جدتنا وإن الأسئلة كلي سألة وتلقاهنا في أي ملازم موجودة. زيان. انت تركز على البكتريولوجيا كل شي زيان. أكو في معلومة بالبكتريولوجي أو بالبكتيريا. أكو شي اسمه varianus factor. عوامل الخباثة أو عوامل الضراوة. هاي يقصد بيه شنو الظهر أو شون أفسرها لكم. شنو هي الأسلحة الموجودة عند البكتيريا حتى تسبب مرض للإنسان. حلو? شنو هي الأسلحة اللي عند البكتيريا حتى تسبب مرض للإنسان. اللي هي ياما تكون سموم ياما تكون فد اتصالات ياما تكون فد صوت ياما تكون أهداب. هاي هي يسمون عوامل الضراوة. انت تركزوا على عوامل الضراوة موجودة بالبكتيريا مادة المناعة شوية معقدة حاولي تقلون على محمد شريف أو دكتورة هناد القط وإحنا صراحة ما أخذناها بشكل واضح بسبب الدكاترو مادة الفيرولوجيا أخذناها بشكل مختصر لضيق الوقت لأنزاح من الوقت واخذناها فاصل ثاني ما لاحقنا نأخذها فاصل أول فهما أخذنا كل الفيروسات بس هو المفروض المفروض كسنة أنتوا رح تأخذون كل الفيروسات حاولي تقلون كذلك على دكتورة هنادي تنطي معلومات كلش حلوة يعني على الصبورة والمعلوماتها من المصدر مأخذة نصا بعد الشغلة أن مادة المايكروبيولوجيا مادة ضخمة يعني لا تراكم ملزمة أبد لا تراكم ملزمة ليش لأن حرفين الضيق خاصة بكتيريولوجيا بكتيريولوجيا كتلك 50 إلى 60 ملزمة ما رح تأخذ فما تلاحق تقرأها كلمة بيومين أو ثلاثة أيام حلو فلا تراكم دوم لا تراكم ملزمة حلو يقولون أنه الباراسايتولوجي اللي هو علم دراسة الطفيليات تابع علمين تابع المايكروبيولوجي اللي أخذناه فوق تابع اللي هنا بس بعد يلا إن شافوا متوسع أكثر وبتفاصيل أكثر قسموه إلى فرع وحدة سموه باراسايتولوجي علم دراسة الباراسايت أو الطفيليات حلو شوفوا هذا التخطيط الموجود هنا والله أتمنى واحد قايل لي من قبل بداية المرحلة الثالثة لأن حرفيا هذا يشرح لك المادة بالتفصيل يعني يشرح لك المادة وإنت تأخذ المزمة وتعرف هاي المزمة تابع عليا موضوع شوفوا يعني الباراسايت الطفيلي اللي هو كائن صغيرون تمام كائن صغيرون على سبيل مثال ديدان ويسمونها بروتوزوة هاي الديدان اللي تصير بالجهاز الهضمي الديدان اللي تصير بالأنف مرة تطلع من الأنف اللي تروح للرأة وغيرها من هاي التفاصيل يسمونها باراسايت شوفوا يعيه الباراسايت قسميا بروتوزوة شوفوا بروتوزوة اللي هي كائنات أحدية الخلية بروتوزوة أنتو شوفوا البروتوزوة البروتوزوة ستأخذونų فصل أول أنتبهولي فصل أول ورح تأخذون الهيلمنز الديدان فصل ثاني زيان رح تأخذون الديدان فصل ثاني الهيلمنز تتقسم أقسام انتم ما عليكم بهذا النمي هذا السطر وهذا السطر ما عليكم لأن ذلني أمثلة عن أنواع الديدان والطفيليات عليكم بهذه التقسيمات راح تقضون بالبروتوزوة أربعة تقسيمات حسب وسيلة التحرك مالتها قسموها حسب وسيلة التحرك مالتها أميبيا تتحرك بالقدام الكاذبة فلاجل تتحرك بالفلاجلة بالأصوات سبوروزوة تتحرك بالأبواغ سبور أو هاي سوالف سيلة تتحرك بوسط السيلة فحسب طريقة حركته قسموها إلى أربعة أنواع راح تقضون الفصل الأول كله أنتم تأخذون ذن الأربعة أنواع زيان بعدين اش راح تأخذون راح تأخذون بالكورس الثاني أو بالفصل الثاني الديدان اللي تكون متعددة الخلايا الديدان قسموها إلى ثلاث تقسيمات تريماتودز نيماتودز أنت سستود أو السستودة يسمونها زيان ذن ثلاث تقسيمات تابعات للديدان وذن الأربعة تقسيمات تابعات للبروتوزوة هذا الفصل أول ذن فصل ثاني تعتبر مادة البوراسايت من أكثر المواد الحلوة وتتونس بها وملازمها يعني قصيرة يعني كل ملزمة ذكر الدكتور محمد كل ملزمة عشرين سلايد كل الأخذنا هو 15 ملزمة بس سنة كاملة أخذنا 15 ملزمة حلو فصل أول تقريبا عشرة والفصل الثاني أخذنا بس خمسة وامتحننا وجاوبونا 100 سؤال وجاوبنا واخذنا شيء جدا زيان فهي مادة البوراسايت طبعا الفصل الثاني بالتفصيل أنا شارح ستلقونا بالقناة شارح مجانا لكل الطلاب الهلمنس اللي هي تريماتود سستود نيماتود أنا شارح عن تقريبا 6 لكتورات تلقوناها بالقناة مع توبي أدركتور زيان تبقى هاي البروتوزوة إذا تردون شرح راستونا يدزل كمية زيان هذا المصدر يموتون عليه فرع البروسايت وحتى إذا تردون تقرون اقرؤ على هذا المصدر يعني فتشي كل شيء مرتب وكل شيء بسيط وحلو بحيث يفهمك كل شيء بالتفصيل وهم الأسئلة اللي موجودة بنهاية كل براسايت كل دودة هذا هو نسمي مادة الدود تمام لأن بي يحكي بس عن الدود زيان نهاية كل دودة أكفت خمسة إلى ستة أسئلة ذن ثلاثة من اعتنا أرباعي جنب الامتحان وجربناها نحن نقرأ مادة المصدر ويجب الامتحان حلو؟ يعني جاني أطيقهم هسا الأسئلة مثل ما نقول فكل ما ركزوا علي هذا المصدر بانكارز اسمه تيكسبوك ميديكال براسايتولوجي زين منو اللي شارح البروسايتولوجي طبعا هاي الدكتورة صحابية جليلة هاي الدكتورة غير شارح البروسايت بشكل كل شيء حلو بشكل بشكل أنميشين بشكل أنه رسم متحركة الأعابات يطلعنا قداما بشكل أنشفوني هنا ومو بس هاي شارح المناعة أهميا هاي الدكتورة اسمه نوها حلو؟ شارح المناعة أهميا كل شيء حلو وإحنا دوم نقرأ عليها وفهمنا المادة عليها نصح مهمة عن مادة البروسايت مادة البروسايت إذا أضبطت هاي تضبطت الباطنية مع المرحلة الثالثة حلو؟ ثلاثة أرباع الباطنية مع المرحلة الثالثة أو نصف الباطنية مع المرحلة الثالثة تحكي عن الباروسايت يعني جاي أنا أقول لك أنت إذا قرأت الباروسايت راح تضبط مادة كل ضغمة بالباطنية ونصا ما بيها أي اختلاف يعني نصا المعلمات اللي ما أخذنا بالباروسايت راح نعاد عليك الباطنية فركز عليه الشغلة الثانية والله هي مادة سهلا ما فيها شيء يعني حاول تقراها لا تخلي عددك تراكم بيها وشرحوا هو موجود عليها باليوتيوب واشنعنا عام كلما موجود زين هس يجعني الانترنال ميدسين الانترنال ميدسين هي الباطنية حلو الباطنية راح تأخذون بس مقدمة الباطنية يعني مثل من نقول بدايات الباطنية رح تأخذونها كناظري بس العملة ما الباطنية بالثالثة كل ما مهم هس راح تحكي المياه بالتفصيل شبه الانترنال ميدسين بالفصل الأول كناظري جاي حتشي لك بالفصل الأول ستأخذ مواضيع بسيطة وكلها أنت ما أخذها بالبيكيميستري وما أخذها بالصف أول وثاني اللي هي فيتامينات معادين السمنة سوء التغذية مالي نيوترشن سوء التغذية الدهون الهايبر لبيديميا الكولستيرول أبو الايبوبروتين أدويتها ليستاتين وغيرها حلو لأن مواضيع كلش بسيطة ما يتجاوز أن يمكن 6 ملازم 5 ملازم وأسئلة الباطنية دوم تأتي توصيل هذه معلومة مهمة أسئلة الباطنية شنو تأتي توصيل يعني هنا خمس خمس أسئلة وهنا خمس أسئلة وإنت شو تسوي توصيل بناتين فسهلة يعني جيلك الفيتامينات يقول لك من الفيتامين اللي يسوي لك سكارفي ومكتوبة هنا A, B, C, D يعني فيتامين A, B, B, Vيتامين C أنت تختار فيتامين C ولي يسوي لك سكارفي من الفيتامين اللي سبب لك أوستيوبوريس هشاشة بالعظام فيتامين D3 تلقى على الجانب موجود زين الفصل الثاني تاخذ موضوع مهم تحت عنوان Infectious Diseases الأمراض الانتقالية أو نقدر نقول الأمراض المعدية حلو Infectious Diseases يقصد بها المرض اللي سببها باراسايت سببها فيروس سببها بكتيريا ركز نفس مواضيع البارا والمايكرو نصا والله نصا يعني أنت تضبط المايكرو بايولوجي تضبط الباراسايتولوجي نصا هذا الموضوع اللي هو بس الفصل الثاني فصل الثاني بس هالموضوع Infectious Diseases تاخذ على شكل قسمي قسم بكتيريا فيروس وقسم باراسايت نفس مواضيع البارا والمايكرو نصا وكذلك هم ينتج توصيل احنا بتحنى تقريبا خمسين سؤال اجن توصيل وخمسين سؤال وما يثير فيكم على سهولة التوصيل يعني إذا أنت قارزين حلو هاي الباطن يعني بالمرحلة الرابعة إذا تبدون Systematic يعني تاخذون Systematic اللي هي Cardiology ما الباطنية GIT يورينارية وغيرها الاسكل لاب الاسكل لاب أهم ما تدب حياتك رح تاخذها بالمرحلة الثالثة رابعة خمسة سادسة وتبقى بعد التخرج أنت كذلك رح تاخذها الاسكل لاب معناها المهارات مختبر المهارات حلو ش رح تاخذ رح تاخذ ثلاث مواضيع تقريبا أساسية ثلاث مواضيع أساسية أول موضوع History تمام History جنكتب زين أول موضوع الهستري شلون تاخذ تاريخ مراضي من المريض السلام عليكم وعليكم السلام شنو اسمك شنو عمرك ها كل انت تسجل اشقد عندك اطفال بيتك مونكلو ايجار ما يكم ها يعني لازم مسؤال انت مسافر لو ما مسافر وين الألم بالتحديد أوصف للألم اشقصة لهذا الألم مسوى عمليات قبل لو ما مسوي ما اخذ أدوية لو ما اخذ عندك حساسية لو ما عندك هم عندك بالعائلة الشخص نفس اعراضك فهي الهيستري التاريخ المرضي هذا مهم بك وما رحتوا مستشفيات من تاخذون الهيستري روحوا مستشفيات روح قد لك مريض وقل لي اي حد جيش بيك شنو اسمك شنو مرضك ليش اجت للمستشفي امتا اجت للمستشفي شنو فصلت دمك فهذا الهيستري راح يبقوا اياك رابع عقام سلسات لحد ما يتخرج وبالثلاثة أهم ثاني موضوع الاكزامينيشن الاكزامينيشن شنو تبحص المريض تجي للمريض تفحص عيونه خاف عنده فقر دم تبحص عيونه من فوق خاف عده شنو خاف عده بصفار جندس بعد تفحص هنا حلقي خاف عده فقر دم فقر دم يسوي لي هاي الشوف لسانة خاف عده يعني مشكلة باللسان لكان بافي يعني شمي انتفخ او سموث هم كذلك مشاكل ما الفقر دم وغيرها شوفوا صابعة شوفوا الاضافر مالته اذا كانت بيضة اذا كانت اذا كانت متقوسة اذا كان بيها نزف هنا او دم نتيجة امراض بالقلب اذا كانت الايد مالته اللونها متغير حلو نتيجة فقر الدم الصير هاي من النانا صير اتباه اذا شوف هناك اكو فد لون اسود او لون اسفر هاي نتيجة النيكوتين ويكضون الجقارة هيج فصير هناك متلونة فتشك انه هذا المريض جا يدخن هو وعنده مشاكل بالقلب هاي المواضيع كلش مهمة انت لازم تبحث المريض تجي للأطراف السفلية مع المريض تشوف ذا عد وذمة يعني السوائل خارج الخلايا فتنتفخ الرجل مالتي تقيس البالس مالتي هناك البالس كذلك تقيس هاي المواضيع هاي المواضيع هاي المواضيع هاي سامونها examination انت مستحب تطلع من الثالث ما تعرف general examination والhistory taking اخذ التاريخ المرضي من المريض الموضوع الثالث اللي راح تاخذه communication school communication school شون يقصد بيها يقصد بيها شلون تتعامل وي المريض اسدوبك شلون يصير وي المريض هاي مادة مهمة مهمة ومضمونة لأن بامتحان الاوسكي راح تجيك محطة communication school شلون تتعامل وي المريض العصبي شلون تتعامل وي المريض اللي عنده سرطان شلون تخبر انه عنده سرطان شلون تاخذ موافقة مع العملية شلون تفهم المريض على العلاج هاي كلها محطات مضمونة بالاوسكي طبعا بالاوسكو هو محطة history محطة examination ومحطة communication school اللي هي مهارات التواصل فكلش يضبط هاي المادة وأصلا أنا ناوي أشرحها لكم فإذا تردون قولوا لي حتى أشرحها لأن المادة كليش حلوة صراحة محطة 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 ساعة كاملة 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 هاي المادة راح يطالبون كمو كتاب لازم انت مرحلة ثالثة مشتري هذا الكتاب أو حملة pdf عندك اللي هو مكلوت هذا مكلوت هذا مكلوت هاي أحدث نسخة مكلوت اللي هو 14 نسخة 14 حلو هذا الاصدار 14 هذا مكلوت انت راح تاخذ من عدة تقريبا خمسين إلى ستين صفحة بس بالمرحلة الثاثة بس يقلك جيبة يقلك جيبة وهم راح تاخذ بالمرحلة الرابعة جزء من عدة وبالخامسة تكمل بس اشترو هذا الكتاب سعره تقريبا 20 إلى 30 ألف حلو أو تجدت حملة بعد أحسن بس أحسن هي كالنوة تشتري راح يطالبونكم كل ساعة وقال لك ارجع الماكلوت راح تشوف كذا كذا قائل انه شون تاخذ الهيسترو من المريض اقروه على المصدر احسن الكم حل اجينا للمادة الطامة الكبرى المادة اللي لا تندرخ لا تنفهم ولا ترقاعة سيرجري الجراحة طبعا احنا جاي ناخذ بالثالثة تفاتيف يعني شغلات بسيطة من الجراحة بس هي شغلات رغم انه هي بسيطة بس المصدر معقدها والدكاترا معقدينها بعد أكثر حلو مثل ما يشوفون يعني ما داخلين بالجراحة التفصيلية مثل ما راح ناخذه بالرابعة مثل ما راح ناخذه بالخامسة بالزادسة لا جاي ناخذ انتروديكشن اه الميتابوليك ريسبونس تو انجري اذا الشخص انجرح او صار عدة تراوما صدمة اه شنو راح يصير بجسمه راح يزداد كذا هرمون راح يقل كذا هرمون الشوك اللي حالة انخفاض ضغط الدم المفاجئ وبشكل شنو وبشكل قوي هم راح تأخذونا شي صير الشوك الشوك موضوع مهم دمس تقول بالمستشفى المريض مشوك زيان راح تأخذ الهيمورج النزف والبلد ترانزفيوجين شلو تنقل الدم للمريض اه وبعد من هاي المواضيع دني كل المواضيع راح تأخذونا بالرابعة طبعا دني كل الجامعات العفو بالثالثة راح تأخذ هاي المواضيع شوفونا هاي المواضيع كانت بينانا الدرسه على المصدر دوم 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 لا تعتمد على كلام الدكتور ولا تعتمد على انه يقل لك اعتمد على مزمتي لا والله يجيب لك اسئلة من المصدر امتحنا امتحان احنا قبل يعني ما صار انه اخر امتحان صادف يوم وخمسة وعشرين صادف يوم وخمسة وعشرين صادف عشر تأيام والله الاسئلة اللي اجت نصني من المصدر ولا دكتور جابيني سؤال من مزمتي تخلوها ببالكم ولا دكتور يجيب اسئلة بالجراحة من مزمتي يجيبون كل من يين؟ يجيبون كل من المصدر درسوا هذا المصدر هذا المصدر تقريبا اول 100 صفحة هو راح تاخدونا بالثالث واللي يريد يقرأ اللي يريد يقرأ بالعطلة ويستقل العطلة يقرأ جراحة لان بالتوام ما راح يلاحق عليها وهو يعدنا طلاب تقريبا 180 طالب دور ثاني بالجراحة لان كان عنده باثو كان عنده فارما كان عنده مايكرو كلها ضخمة وما يلاحق يقراها فعاف الجراحة ما قراها وبالتالي دور ثاني بالجراحة فياريت ياريت ياريت تقرؤون جراحة بالعطلة وإذا تردون راستونه ألتزلكم شرح عليها والله شرح كلها موجود وشرح موجود على المصدر كذلك زين اقروا على المصدر لا تقرؤون على الملازم أهم نصيحة بها المحاضرة كلها الجراحة لا تقرؤونها على الملازم زين الأخير شيء من نختم هذه المحاضرة اللي هي مادة الكميونيتي ميدسين الكميونيتي ميدسين هاي شابها ما الدكتور كرار على مادة الكميونيتي ميدسين وما نصير 5 ستار دكتور إذا ما تعرف الكميونيتي ميدسين الكميونيتي ميدسين معناها طب المجتمع نحن نقضي بالتفصيل مرحلة رابعة خامسة ستكون مادة مهمة ومادة أساسية بس بالرابعة راح تأخذون راح تأخذونها بشكل مبسط عبارة عن حسابات ومسائل قوانين تطبقها وكذا قانوني يقول لك أن يساوي خمسة وعشرين ناقص واحد يجيب لك بالسؤال أني قد تساوي تقول لك خمسة وعشرين ناقص واحد الأن للستة وعشرين قد يساوي خمسة وعشرين يجب بس تنقص يعني ما دك اللي سهلة والله وبسهولة تجيب بها امتياز وتجيب بها جيد جدا ومضمونة وهم إذا بقت الدكتورة نفس الدكتورة صبا فكل يش راح ترتاحن بها زين اه ليه هنا أنا خلصت كل تفاصيل هاي يعني المرحلة اللي هي المرحلة الثالثة أي سؤال عدكم راستون بالقروب وراح أجاوبكم طبعا مثل ما قلت لكم أنه اللي يريد يقرأ بالعطلة صدق اللي يريد يقرأ بالعطلة صدق قبل لا هاي خلق لكم فاد معلومة إذا تريد إذا تريد تقرأ خاصة بالثالثة لو تقرأ على ملازمك لو تقرأ على مصدر لو تقرأ على ملازمك لو تقرأ على مصدر لو которого تتكاترر نشرحون على مصدر مثل الي هاي كتبت الكم هذا مايكروبيضلوجي هذا بحر انت تمنيا تجيب المعلومات ويقال لك بعد او معلومات زيادة كل جامعة تجيبك تلك معلومات زيادة اكتر فانت التزم من ملازمك لو تلتزم بالمصدر واحدة من الثنية لو ملازمك لو مصدر لا تدور مال مستنصرية لا تدور مال العراقية لا تدور مال بغداد التزم لو ملازمك لو مصدر بالك تطلع عنهن و بالك تروحه الدكتور ليشرح غير ملازمك والله تدوخ كل الشيانه زيان لو تقرvoor exceeded عدة ملازمك لأن بحر كل ما تزيد أنت الخسران كل ما زيد معلومات يعني أنت الخسران ليش لأن جاي يعني تنطي حق مادة أكثر من اللازم ومادة ثانية ما جاي تقراهي جوز يعني أنت إذا قريت الفارما على ثلاث أربع ديكاترا لأن مادة صعبة ما تضبطها أنت الباثل مايكرو الجراحة ما راح تقراها نصلا لأن ما جاي تلحق والفارما تحتاج وقت لذلك من تقرأ أنت الكلمة تلحقها ولا تروح المواضيع غير جامعات ولا الدور الزيادة قلت لك هي بحر أنت خليك بالقيش لا تنزل كلش ولا تصعد كلش بعض الشخصي قلت لكم اللي يريد يقرأ بالعطلة يقرأ لذني جاي شوفون هذني هذني شوفون هذني ثنيا بالفارما بالنسبة للفارما ليش لأن انت جاي تقرأها على السعر المصدر دكترا عبد المتعال على هذا المصدر ما لديه هذا ويته شوفت لكم حلو الباقيات أكو بين اختلاف الباقيات مثل الكلية مثل الكلية تجيب بها اختصار يعني مختصرة فأنت ما كدها حتى تقرأ على العبد المتعال لأن هي المادة مختصرة عندك ليش تتعب نفسك وتقرأها نذني كلين وبالدوام ما راح تستفاده هواي فأنت أقرأ بذني ليش لأن ذني وان ما تروح نفس الشي اللي هنا جينرال والاوتوناميك نربا سيستم تقرأ علي العبد المتعال تلقاها بقوام التشغيل أخير اثنين قرأها نضبطهم كليسيا وبعد يقرأ لجراحة حتى لو يقرأ شوفوا مادة الفصل الثاني كانت أو الفصل الأول كانت هاي ووحدة هاي اثنيا ثلاثة ثلاثة أربعة لا لا أربعة بعد شنون عندي أربعة تقريبا بس إنها كانت خمس مواضيع ها والتراوما التراوما خمس مواضيع ذنني بس ما الفصل أول انتقروها ضبطوهم رجاء 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 طالب بجراحة تمام التبقين وبعد أي سؤالاتكم أنا راح أكون بالخدمة وراح أكون موجود أسمعكم مع السلامة